تستضيف مملكة البحرين يوم الاثنين المقبل منتداً افتراضياً حول الصحة النفسية خلال وما بعد جائحة كوفيد-19 بمشاركة متحدثين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونسيف ويسعى المنتدى لرسم خارطة طريق واضحة المعالم أمام المؤسسات والشركات في مرحلة ما بعد القضاء على جائحة كوفيد-19 ومساعدة العاملين فيها على التأقلم ذهنياً ونفسياً مع ظروف الجديدة والتغيرات الكبيرة التي طرأت على بيئة العمل والأسواق والمجتمع بسبب الجائحة ويناقش المنتدى بشكل خاص الأثر الإيجابي للدعم الحكومي الصحي والمالي للمؤسسات والأفراد في مملكة البحرين على الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي في المملكة إضافة إلى دور هذا الدعم في تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي المنشود يشار إلى أن المنتدى يقام بتنظيم من مبادرة لأنك مهم التي انطلقت مؤخراً في البحرين تحت رعاية مع الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظي محافظة العاصمة